الهلي في هذه المواجهة في تفكير كبير جدا جدا في هذه المباراة انه مارس الكولر يبدأ بصلاح محسن في التشكيلة الاساسية تاني مارس الكولر على ضوء التدريبات الاخيرة للفريق يبدو انه سيعتمد على صلاح محسن في التشكيلة الاساسية وانا بقول يبدو لانه التشكيلة الاساسية او الرسمية مش معانا اكيد احنا بدنا حاول نقرأ من التدريبات اللي بتجدنا من هناك الموقف ايه صلاح محسن معتمد عليه في التدريبات بشكل كبير جدا وحسن معلوماتنا هو عايز صلاح محسن يستغل سرعاته في التحولات الهجومية بما ان الاهل هيلعب مباراة اقرب للدفاعية اقرب للدفاعية فعايز استغل سرعات صلاح محسن عن كهرباء وطبعا عن مودست فممكن يبدأ بصلاح محسن في التشكيلة الاساسية مع حسين الشحاية وبرستاو او مع ريدا سليم وبرستاو وبرستاو ولا اساسية في هذه المواجهة والكلام على ريدا سليم او حسين الشحاية ده فيما يخص التشكيلة الهجومية تشكيلة وسط الملعب في رأيين في الجهاز الفني في رأي بيقول مران عطية وقاليو ديانج دول خلاص هيلعبه التالت بقى التالت في وسط الملعب هل يجون افشة ولا احمد نبيل كوكا لو سألتنا على رأي هذا افضل ان احمد نبيل كوكا مع مران عطية وقاليو ديانج هتبقى تشكيلة قوية جدا في وسط الملعب وخاطر الدفاع مفوش تغيرات كبيرة عن المباراة المضاية ومفقوصة دائما يعني بس الفكرة انه افشة يا احمد نبيل كوكا مع مران عطية وقاليو ديانج تشكيلة الهجومية غالبا صلاح محسن هيبدأ وعلى يمين وبرستاو وعلى الشمال يا ريدا سليم يا حسين الشحات بالمناسبة تشكيلة الهجومية بقى انا بفضل بس ده غالبا مش هعمله امش هعمله مرسي الكولار رأيي انه يبدأ بريدا سليم على اليمين حسين الشحات على الشمال وبرستاو في الهجوم ويستفيد من سلعات التلاتة ده رأيي هو اكيد هيبقى قدرة بالشكل الفني اللي اقرب ليه من صلاح محسن يبدأ كما ده فيما يخص تشكيل المتوقع للنادي الاهلي في هذه المواجهة